مصر بتعاني من زيادة في نسبة المواريد التعداد السكاني عندنا عالي في نفس المشكلة هذه المنطقة صعيد مصر تحديدا كان بيعاني من التهميش وكان بيعاني من انه ما فيش استثمارات اصلا بتروح لصعيد مصر وعندنا الناحية التانية دولة بتقول انا بقى انشئ قطاع كباري من اول وجديد طرق وكباري من الاول وكمان برفع كفاءة طرق بالفعل كانت موجودة وده بيبقى الاسعب بالمناسبة من انشاء اصلا طرق وكباري جديدة فهي حد يقول طب ايه علاقة ده بدا يعني لاي مدى فكرة تطوير قطاع طرق ينعكس على حل المشكلتين دول تمام عظيم سؤال جميل جدا طبعا الصعيد عانى من التهميش وايضا عانى من البطالة نبنتكلم في مشروعات كثيفة العمالة كل محور من المحور دي الحقيقة بيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالالاف واقصد يعني المباشرة طبعا معروف مين اللي بيشتغل في الكباري اذا كان شركات مهندسيين عمال فنيين الى اخر وايضا غير مباشرة الناس اللي بتعمل دعم لوجيستي الناس اللي بتقدم مثلا تغذية للناس اللي بتشتغل بتقدم مواصلات ونقل وسوئين فرص عمل غير مباشرة غير عادية دي نقطة النقطة التانية الدولة زي ما بتنشئ محاوخ وبتنشئ كباري ايضا بتنشئ مناطق صناعية ومشروعات استثمارية انا ذكرت مشروع بسيط الطاقة الشمسية في بمبان اذكر ايضا المناطق الصناعية اللي انشئت في كل مدن مصر واذكر منها منسوف والفيوم لما كان امدول صعيد يعني منسوف هي صعيد فالمشروعات المناطق الصناعية في هذه المدن وهذه المحافظات هي ايضا مشروعات جاذبة للعمالة وطبعا بتحتاج فرص عمل للشباب في هذه المحافظات بشكل كبير الحقيقة ايضا عندي مشروعات اخرى تسمى المواني الجفة المواني الجفة دي هتنشأ في كل محافظات مصر ومنها في الصعيد سوهاج على سبيل المساق ومواني السوف يعني المدن في الصعيد او محافظات الصعيد ايضا محظوظة بهذا الجانب اللي يعتبر جاذب للعمالة وبيخدم فرص عمل غير قليلة فالحقيقة هي منظومة متكملة احنا بننسي المشروع لأهداف كتير بخلاف طبعا أهداف بعض أهداف أخرى زي الأمن القومي زي تأليل التلوث زي ما اتكلمت والأهم من كده يا فندم تأليل الحوارث طبعا لو كنا متابعين نسب ومعدلات الحوارث في السنوات الماضية لحد سنة 2017-2018 معدلات الحوارث بفضل الله هي بتقل بشكل كبير صحيح وطبعا معدلات الوفيات والإصابات بالتالي بقت أقل فكل دي أهداف اتحققت من خلال هذه المشروعات عشان المواطن يبقى فاهم ومتخيل الفلوس الكتيرة دي اللي بتتحط بتتحط ليه؟ مش بتتحط كده إلا بدراسات وأسباب وبالفعل بناخد منها أهداف وبنجني الثمار بتاعتها